يمكن وهم نفكر أنه كل الفيسدين لح يصيروا فرد مرة بالحفص كلام بارز وخطر سرب عن لسان ميشيل عون يكشف مصير تفاهم مارمخايل فهل فعلاً تم الطلاق؟ كشف موقع لابنون دي بيت كلاماً لزوار رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون أن اتفاق مارمخايل قد انتهى ومات والأهم أن عون وبحسب زواره يعتبر أن ميزان التقديمات يميل لصالحه كما سرب الزوار قول عون أنه هو الذي ضحى أكثر بكثير من حزب الله يستمر هذا الاتفاق طوال تلك السنوات وفي سياق تفاهم مارمخايل أشار عدو تكتل لبنان القوي النائب ألا عون عبر برنامج هلأشو إلى أن تفاهم مارمخايل القديم انتهى وأي استمرار لهذا التفاهم يمكن أن يكون بصيغة شديدة وفي حال لم نصل إلى تطوير لهذا التفاهم لا يفترض أن تحدث القطيعة وعلينا أن ننتظر في حال كنا سوياً جزءاً من التسوية أو أن هناك طرفاً سيكون في المعارضة والآخر في السلطة فيرشن 2 ما بقى في تفاهم بالصيغة السابقة أي تفاهم ممكن يستمر بالمرحلة الجاية هو بحاجة لإعادة صياغة كاملة إذا بدك لطبيعة العلاقة وكيفية إدارتها وكيفية إدارة التباينات ويمكن طبيعة العلاقة تتغير ما تروح على حد الخصومة والعداوة أكيد ولكن بذات الوقت ممكن ما تكون هالعلاقة التحالفية الملتصكة ببعضها ومتلاحمة بكل المواقف يلي كنا نشهدها قبل وبدوره أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب جوج عطال أن التفاهم مع الحزب اليوم متعثر العمل فيه أما الحديث عن النعي النهائي له فيكون إما ببيان أو بإعلام من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أو رئيس التيار الوطن الحر جبران باسيل فقط مشيراً إلى أن الحزب طلب من باسيل أعطاء أسماء لكن بالنسبة لنا الأساس هو ما إذا كان اقتنع الحزب بالخروج من تمسكه بفرنجية للطلاق مع أسم آخر وهذا ما لم يتبين لنا لذلك لم نخد بأسماء أخرى في حين كشفت مصادر الديار أن تفاهم ورمخيل انتهى عملياً كما يرى أكثر من مصدر مقرب من الطرفين فتعلق المصادر المطلعة على جو حزب الله بالقول أنه ينتظر ما بعد الاستحقاق الرئاسي وفي وقت سابق لفى المحلل السياسي قاسم قصير عبر برنامج هنا بيروت إلى أن حزب الله حتى هذه اللحظة حريص كي لا يحصل الطلاق النهائي مع الطيار الوطن الحر معتبراً أن اتفاق مارمخيل أنقذ لبنان في عدة لحظات من حرب جديدة داخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة